بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أهلا وسهلا بالأخوة العزاء وبأخواتنا الفاضلات وأبتدئ ترحيبي بهم جميعا قائلا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ونحن نقف اليوم مجتمعين في خدمة سيدة النساء سلام الله عليها نبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل الله مننا هذا العمل بقبول حسن وعلى كل الأخوات الفاضلات اللواتي سعينا لإبراز هذا الاحتفال الكريم قربة إلى الله تبارك وتعالى وإدخال السرور على ولي نعمتنا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ونرفع أكف الدعاء بتعجيل الفرج ونهنئه أيضا بميلاد جدته الزهراء سلام الله عليها الحديث عن الزهراء عليه السلام كلما تتجدد هذه الذكرى ونحاول أن نبين شيئا بما تتحمله عقولنا وإدراكاتنا نجد أن الحديث عن الزهراء عليه السلام في الواقع يكون لأمثال عصي عن الإدراك فاطمة الزهراء عليه السلام أنموذج لا يتكرر وطريقة ولادتها سلام الله عليها وما يترقب منها ما يكون في المستقبل شيء الله تعالى أعده إعدادا والله إذا أعد شيئا ليس كمثله صنع فأبوها النبي صلى الله عليه وآله وزوجها هو سيد الوصيين وأنجبت لأم الأطهار سلام الله عليهم الحسن والحسين وزينب سلام الله عليها هذه الشخصية العظيمة المعظمة الروايات عندما تتناول هذه الشخصية قطعا تتناولها في حالة من التجليل عند جميع الأم الأطهار عليه السلام لكن عندما يعرفها أبوها ويسلط الضوء على تعابير خاصة للزهراء عليه السلام وهو النبي المرسل والنبي الذي لا ينطق عن الهوى فكل ما صدر من ثمه المقدس بشأن السيدة الزهراء عليه السلام شيء يلفت النظر وأعتقد أن الزهراء ستحتج علينا جميعا إذا كنا قد لم نفهم بعض ما جاء به النبي في شأنها وأنتم تعرفون أن البطاقة الشخصية لكل أحد لابد أن تتميز عن الآخر والبطاقة الشخصية للزهراء عليه السلام يعني التعريف الزهراء عليه السلام كان فيه نوع من الشيء الملفت للنظر مثلا فاطمة عليه السلام يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها هذه البطاقة الطاهرة وهذه السيدة الجليلة العظيمة النبي يقول بشأنها إن الله تعالى يرضى لرضاها ويغضب لغضبها نحن عندما نقدم بخدمتها الآن في هذه الاحتفالية ولو علمنا وهذا حسن ظننا بها أنها سوف ترضى عنا وعندما نسأل الزهراء عليه السلام فرضا تقول إني راضية الله تبارك وتعالى سيرضى عنا هذا المدخل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله للزهراء مدخل في غاية الأهمية علينا أن نستفيد منه عموما أحاديث النبي عليه السلام لا تنحصل في وقتها وإنما إشارات ونكات وتصريحات لا شك أنها تؤثر علينا تأثيرا كبيرا إيجابا إن وفقنا الله تعالى للمسير على نهجها وسلبا لا قدر الله إن كانت الأخرى النبي عندما يتي إلى فاطمة عليه السلام يقول هي روح التي بين جنبي حقيقة هذا المقدار من الكلام الموجاز صعب علي أن أفهمهم قال هي روحي لم يقل هي كروحي يعني لم يشبه وأهل البلاغ يعلمون طبعا له حديث مشابه في حق أمير الممنين عليه السلام النبي لكن يقول هي روحي ويؤكد هذا المعنى هي روح التي بين جنبي هذا المقام عندما يعرف النبي صلى الله عليه وآله ابنته بهذا التعريف وهذا ليس التعريف من باب العاطفة يعني كل مننا قد عندما يرى ابنته أو ولده يحاول أن يعبر بتعابير عاطفية بمقدار ما يحب هذا النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى احتفاء نبي ذكرى ولادة الزهراء عليه السلام لا يمكن أن نقف في حالة الولادة فقط لأن حياة الزهراء عليه السلام أصلا هي زمنيا حياة قصيرة خلاف المتعارث أن عمرها الشريف سلام الله عليها قد البعض يقول تسعة عشر سنة أو ثمان وعشرين سنة في كل الأحوال اتفقوا على أن لم تتجاوز الثلاثين وهذا العمر هو خلاف العمر الطبيعي فلابد أن نعرج بشكل على بعض ما عانت أقف هنا لأشير إلى نكتة الشخصيات المرتبطة بالله تعالى لأن الله تعالى أعدها لا بد أن تتمتع هذه الشخصيات بقوة شخصيت يعني قوة الشخصية وصبر الشخصية وشجاعتها وبلاغتها لا بد أن تتوفر في كل شخصية الله تعالى أعدها لأن هذه الشخصيات إذا لم تكن كذلك سيكون نقض الغرص أي أن الله تعالى أرادها لشيء لكنها لهذه الشخصيات غير قادرة وهذا مستحيل سأضرب بعض الأمثلة السريعة الله تعالى مثلا جعل نوحا عليه السلام واختاره لمهمة شاقة أن هؤلاء كانوا في حبال الجهل وظلامه ونوح عليه السلام كل ما دعاهم حتى يؤمنوا كانوا يقابلونه باستهزاء تار يقولون ما تبعك إلا أراذلنا وتار يجعلون أصابعهم في آذانهم وتار يستهزئون به وبقومه مع ذلك امرأة نوح لم تكن بالمستوى الذي يريده نوح عليه السلام ومأساة نوح في هذه الفترة الطويلة الله العالم ما هي المعاناة النفسية التي كان نوح يواجهها مع قومه لكن نوح وصل إلى حال بدأ أن يدعو على هؤلاء لا تذر منهم أحدا لماذا لأن هؤلاء انبقوا لا يلدون إلا فاجرا كفار عميت الأعين والقلوب أصابها الرين لا توجد أي حال من حالاه نفق الهداية غير موجود يحتاج إلى صبر نوح عليه السلام أيوب سلام الله عليه أيوب ابتلي بابتلاءات وصل الحال به إلى أن هو قال ربي مسني الضر وأيوب لا يقول هذا ابتداء ابتلائه وصل إلى حال على أنه أصبحت المسألة ثقيل عليه وهو نبي مرسل ومبعوث تحمل لأن هذه الشخصيات هي شخصيات إلهية الله تعالى بعثها رجل نوح وأيوب فعلوا إلى مريم التي بدأ القارئ سلامه الله بتعريج عليها لاحظوا مريم مريم التي عاشتها ومن خلال الآب ومن خلال زكريا سلام الله عليه بيئة خاصة يعني وفروا لمريم كل ما من شأن أن يرتبط بالله تعالى وزكريا كل ما كان يدخل عليها المحراب وجد عندها رزقا وهذه رزقا نكرة يعني شيء يتجدد عناية الله تعالى بها في هذا الجانب فجأة أن الله تبارك وتعالى يرى الآخرين أن المسيح سلام الله عليه سيولد من مريم شو التفت لي تفاصيل بعض الأمر قطعا مريم لم تتزوج وليس من المتعارف أن العذراء تأتي بطفل لا شك أن التهم ستكون مهيئة خصوصا ممن لم يكن على يعني وفاق مع منهج مريم عليه السلام واليهود كانوا يتربصون بها الدوائر لاحظوا مريم قطعا تعلم هي من تحمل لكن وصلت إلى حال أنا قلت في البدء هذه الشخصيات الإلهية الله تعالى ادخرها وصلت إلى حال أنها تتمنى الموت ولا أن تبتلى بهذا الابتلاء مع أنها جاءت بخير أهل الأرض في وقته يا ليتني مت قبل هذا مريم تعبر بهذا التعبير أكثر من هذا قالت وكنت نسيا منسية لا أذكر أصلا لماذا لصعوبة الحالة التي كانت فيها الله حاشا أن يتركها لوحدها وضع غير طبيعي أن إمرأة عذراء تأتي بمولود وضع غير طبيعي قطعسة يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية لكن لارتباط بالله تعالى الله مترك الله تكفل بالدفاع عنها تحمل صعب نفسية صعبة الظروف كلها ضدها وهي أيضا أنجبت عيسى عليه السلام يعني مقارنات صعب أن ندركها في الوقت الذي تتباشر فيه الأرض والسماء بولادة عيسى عليه السلام هي في أعلى حالات الحزن والأسى بحيث تتمنى الموت هذا الشيء لا يشبه هذا لماذا لأن حافظت على العفاف وجعلت الحياة بلا عفاف لا قيمة لها وأعز ما تملكه وهذا العفاف الله تعالى دافع عنها بقضية كلها عجاز فالله تعالى لابد أن يدافع عنها فعلمها أن تسكت لا تتكلم وأن تشير إلى عيسى هو سيتبنى الدفاع عن نفسه والجواب الزهراء عليه السلام ابتليت بأشياء لا نستطيع نحن أن نعبر عنها هي عبرت مريم تقول يا ليتني مت قبل هذا الزهراء ما الذي حصل ولاد الكريمة والبيت النبو يستبشر وخديجة سلام الله عليها تلك المرأة التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وآله وبحسب بعض رواياتنا أن نطفة الزهراء عقدت في الجنان الله تعالى اهتم بولادة الزهراء عليه السلام وعناية خاصة بها سلام الله حتى أن بعض الروايات أن خديجة كانت تقول أن الجنين في بطني هو الذي يسليني أو يسبح عندما كانت حاملة في الزهراء عليه السلام وهذا لوجود المبارك بعد هذه الولادة النبي بدأ يفيض علينا من كلامه المقدس ويعرفنا شخصية فاطمة عليه السلام ذكرنا بعضا منها وعندما تأهلت إلى الزواج النبي كان يمنع الخاطبين إلى أن زوجها من أمير ابن قال الله أمرني يا علي زوج النور من النور لاحظوا هذه العناية والنبي كان صلى الله عليه وآله عندما يذهب للغزوات أو لغيره أول ما يأتي إلى بيت الزهراء ويستأذن تقول له البيت بيتك والحرة أو في المرأة أمتك هذه التربية وهذه العناية بالزهراء عليه السلام سبحان الله تبدلت الأمور رأسا على أمير المؤمنين بعد وفاة النبي يقول كنت آمرا أصبحت مأمورا وكنت ناهيا وأصبحت منهيا بعض الروايات تقول في لحظات يعني بعيد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كأن آل محمد لا تكون أرض تقلهم ولا سماء تظلهم الزهراء ماذا عبرت عن ما قلنا مريم تقول يا ليتني كنت الزهراء ماذا تقول لاحظوا هذه العبارة الزهراء عندها كلام في خطبتها بعد أن بكت وبعد أن بينات تقول ونصبر ركزوا معي في عبارات الزهراء تقول ونصبر منكم على مثل حز المدى مداسكين الحز الحز التفت الحز الحز يعني تقطيع بس بلا إبانة يعني مو فصل الإنسان يحز هكذا تقول نصبر منكم على حز المدى ووخز السنان في الحش الوخز أيضا مو إلا نفوذ لأن ألم أكثر القطع ألم يخف لكن الإنسان يظل بهذه الطريقة يحز الألم شديد جدا الله وحده العالم بما جرى على الزهراء عليه السلام من وفاة أبيها إلى شهادتها رواية ماذا تقول تقول إن الزهراء في مرض النبي صلى الله عليه وآله أسرها النبي أسرها فحزنت تأذت ثم أدناها وأسرها ثان فابتسمت غريب المنظرين غريب يعني الحزن والابتسام يجتمعا في لحوات لا بد من جد شيء ما هو ما الذي أسرك أسرها في الأولى والثانية قالت الأولى أخبرني أنه مفارق الدنيا فبلا شك تحزن الزهراء عليه السلام هذا سيد الكائنات وفي لحظة معينة ينتهي وهي ابنته وأقرب الناس له لصيق به لا شك تحزن نحن لازمنا نحزن على النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جعلك تبتسمين قال لي أنت أول اللاحقين به لاحظ ابتسمت تعلم الزهراء عليه السلام ستمر عليها أيام لا شك أنها أيام محزنة وأليمة فابتسمت الزهراء عليه السلام أقول هذا الكيان الزهراء الفاطم قطعا لأم أنا أتحدث عن نفسي أخواني خواتي قطعا لأمثالي لا نستطيع أن ندرك هذه العظمة روح التي بين جنبي ولذلك هذا المهرجان المبارك استمد العنوان من هذا أن روح النبوة هذا التثبيت لما قال النبي صلى الله عليه وآله وهذه روح النبوة أمر ليس من السهل إدراك نعم نحن نحاول أن نقرأ عن الزهراء ونحاول أن نبين ونحاول أن نستقرأ التأريخ وأحاديث الأمة عليه السلام إلى أن نموت فإذا حصلنا على شيء بمقدار ما يسع أن نفهم الزهراء عليه السلام هذا عين المنام إمام الصادق عليه السلام جاء إلى العراق لعله في الكوفة والسهلة كان يأكل الطعام دخل عليه شخص كان متأذي فكأن الإمام حاول أن يدنيه قال له وجده حزينا خيرك ما الخبر قال الآن رأيت نجموع من الجلاوز أخذ مرأة إلى السجن ما بال هذه المرأة قال مرأة أمشي ثم عثرت قالت لعن الله قاتلك يا فاطمة فأخذها الجلاوز الإمام رفع يده من الطعام وبان الغضب في وجهه بمجرد أن سمع أنها بسبب فاطمة امتنى عن الطعام نهائيا وأخذ يصلي لاحظوا فرغ نفسه الشريف يصلي بالدعاء لأن تفتق لقد أطلق سراحة وهذا مبلغ وأبلغ سلامي لها بعض الأصحاب يرزق بمولودة ما أسميتها قال أسميتها فاطمة قال أما إذا سميتها فاطمة فلا تضربها ولا تهمها كأن تصرخ بوجهها كرامة لفاطمة عليه السلام لاحظوا هذه العناية بالاسم مجرد هذا الاسم أما ذات الصديقة الطاهرة فكما قلت لا يفهم كنها إلا النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسنين وأولاد هذه باصلة العقد أن تكون بين نبي وبصي وأوصياء والنبي صلى الله عليه وآله لأحقية ما جاء به أخذهم بهذه في أيام المباهلة الإنسان عادة لو كان مدعي بلا دليل يظن بأهله يعني يبخل بأهله من يعلم أن دعوها غير صحيحة لا يقاتل يدفع الآخرين القتال أما هو صلى الله عليه وآله يأخذ أمير المؤمنين والزهراء والحسنين حتى يباهل والعاقب عندما رأاه كان عاقلا قال لا تبايع إني أرى وجوها لو أقسم على الله في هذا الجبل لأبر الله قسم لا تبايع أقول هذا الوجود المبارك للزهراء عليه السلام ولعله من فوائدها علينا الآن أن نحن إن أخلصنا النية سنحصل على ثواء والصلاة في كل صلاة نسبح تسبيح الزهراء وهذه التسبيح كرمها النبي صلى الله عليه وآله جعلناك في كل يوم نتذكر الزهراء أكثر من مرة أن هاي التسبيح خير مما طلعت عليه الشمس مثلا لحظوا بركات سيدة النساء عليه السلام فحقيقة أخواني يعني هذا يعني يوم نحتاج أن نكون قريبين من الزهراء حتى في ذلك اليوم الذي تنقطع السبل بالإنسان وتقدم الأعمال أمامه ويلتفت يمين شمال لعله يحصل على بارقة أمل من جملة وسائل رحمة الله تعالى هي الزهراء قرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والنبي يقول الزهراء هي روح التي بين جنبي فمن وسائل الرحمة الزهراء عليه السلام وفي ذلك اليوم إذا الله تعالى أذن للزهراء أن تقبل شفاعة الشافعين فينا بل هي الزهراء تتقدم إلى الله تعالى وتطلب أن الله تعالى يقبلنا عنده ينقذنا من حال إلى حال فما أسعدنا في تلك اللحظات أسأل الله سبحانه وتعالى أخواتي بهذا اليوم المبارك أن يشمن الله تعالى برحمة خاصة ونفحات خاصة ألا أن ذربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لها ونحن لا نقدم بين أيدينا عملا أتكلم عن نفسي إلا محبة أهل البيت عليه السلام قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب وسيدة النساء هي من سلسلة القربة بعد النبي وأمير المؤمنين نسأل الله تعالى أن نشمل بقبول الأعمال وبركات الزهراء عليه السلام وأن يحفظكم جميعا لأمثال هذه المناسبات قال الإنسان يقضي أوقاتا متقربا إلى الله وإلى رسوله نعم العمل فأشكر كل الأخوات الفاضلات المؤمنات وأيضا الضيوف الأكارم على ما بذلوا لإنعقاد هذا المؤتمر في ذكراها سلام الله عليه إن شاء الله تعالى دائما وأبدا نكون مع الزهراء عليه السلام فكرا ومحبة واحتفاء وأيضا في مناسبات الحزينة سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين